هذه الأطعمة ستنظف شرائينك وستحميك من النوبة القلبية اليوم سنعرض عليكم ثماني أطعمة لها قدرة هائلة على تنظيف الشرائين الخاصة بنا كما أنها من الممكن أن تحميك وتقيك من خطر الإصابة بنوبة قلبية قد تودي بحياتك للهلاك طبقا للكثير من المقالات العلمية فالشرايين هي عبارة عن أنابيب تحمل الدم الغنية بالأكسجين لتوزعه في كميل أنحاء الجسد وهذا ما يجعلك قادرا على المعيشة حتى اليوم فهي لها القدرة على نقل الدم للعقل ولأصابع القدم وهذا ما يعني أنك يجب أن تهتم بهما للغاية كما أن نظافة هذه الشرائين يعني تدفق الدم بسهولة في كل أجزاء الجسد وهذا ما يجعل عملية الدورة الدموية في الجسد أمرا سهلا لا يعرضك للإصابة بسكتات قلبية أوضحت المؤسسة البريطانية لعلاج القلب أن الكثير من الناس لا يدركون أنهم مصابون بانسداد في الشرائين إلا حينما يتعرضون لآلام كثيرة في القلب والصدر وهي التي تؤدي للإصابة بنوبة قلبية وهذه الصورة توضح الصعوبة البالغة لتدفق الدم داخل الشرائين المسدودة لكن لسوء الحظ لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بهذا المرض إلا حينما يتعرضون للإصابة بالسكتة الدماغية أو حتى النوبة القلبية لكن لا داعي للقلق والخوف فنحن هنا اليوم سنعرض عليكم بعضا من الأطعمة التي ستحسن من حالتك الصحية وستقلل فرصة إصابتك بهذا المرض الخطير الذي ربما يودي بحياتك للهلاك هنا اليوم سنعرض عليكم بعض الأطعمة والمشروبات الصحية التي ستجعلك قادرا على أن تحافظ على صحتك وتحافظ على شرائينك أولا السمك هذا السمك يجب أن تهتم به كثيرا وتحرز على تناوله بكثرة لاحتوائه على عناصر كثيرة صحية ومفيدة وهذه العناصر تعمل على الحفاظ على مستوى الكوليستيرول في الدم وهو ما يعمل على تقوية وتنقية الشرائين حيث أثبتت الدراسات أن المرأة التي تأكل سمكا بكثرة لديها صحة جيدة وحالة القلب والشرائين لديها في استقرار ولا شك في أن أغلب أنواع السمك تعمل على تنقية الشوائب في الشرائين فهي تعتبر من الوجبات الصحية وتمد جسدك بالطاقة التي يحتاجها وتحافظ على تدفق الدم بكثرة في جسدك للحفاظ على حياتك ثانيا الفواكه الحامضية من المعروف عن تلك الفواكه أنها تعمل على خفض تدفق الدم وضغطه في العروق حيث أن ارتفاعه يؤدي للإصابة بمشاكل كثيرة وخطيرة قد تودي بحياتك للهلاك والموت على الفور كما أنه من المعروف عنها أنها تؤدي لتقليل الإصابة بضيق الشرائين الذي يمنع تدفق الدم في كل أنحاء الجسد كما أنهم كانوا يستخدمون هذه الفواكه في القرن الثامن عشر لعلاج دائل استقريوت كما أن دراسة في جامعة كاليفورنيا أكدت أن هذه الفواكه لها تأثير كبير للغاية على نظافة الشرائين مما يقلل فرصة الإصابة بالنوبة القلبية الخطيرة لذا فتناول ثمرة من هذه الفواكه على وجبة الإفطار يعتبر شيئا لذيذا وشاهيا وصحي ويفيدك في حياتك ويجنبك الأمراض الخطيرة ثالثا عين الجمال أثبتت العديد من الدراسات أن عين الجمال لها قدرة أكثر من رائعة في تليين وتنظيف الشرائين في القلب مما يسمح للدم بالتدفق بسهولة ويسر في كامل أنحاء الجسد وهذا يؤكد على أنك ستتمتع بصحة جيدة للغاية حينما تحرص على تناول مثل هذه البذور كل يوم حيث أثبتت دراسة في إسبانيا أن تناول ثماني ثمرات من عين الجمال في اليوم أفضل بكثير من تناول زيت الزيتون لأن هذه الثمرات تعمل على تنظيف الشرائين وتحرص على تنقيتها من كل الشوائب وهذا ما يجعل الإنسان يتمتع بصحة جيدة ويتمكن الدم من التدفق في كل أنحاء الجسد لذا لو كنت ممن يحبون تناول المكسرات اخرص على تناول عين الجمال حيث أنها ستمدك بفوائد عديدة رابعا بذل الكتان لو كنت ممن لا يحبون بذل الكتان يجب عليك أن تبدأ في التعاود عليه أو تناوله فهذه البذور تحتوي على العديد من الفوائد ومن ضمن هذه الفوائد أنها تمد صحتك بالحيوية والنشاط وتعمل على تنظيف وتنقية الشرائين من كل ما يقوم بسدها حيث أن الكثير من المؤسسات المهتمة بعناية القلب أثبتوا أن هذه البذور لها قدرة عالية على الحماية والوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وهذا يعني أنك يجب أن تتناولهم كثيرا حتى تتجنب هذه الأمراض كما أن هذه البذور توجد في هذا الخبز مما يعني أنه مفيد للغاية على صحتنا ويجب علينا دوما أن نتناوله في وجباتنا حتى يتمكن الدم من الانتشار في كافة أنحاء الجسم خامسا الكركم حينما نتحدث عن القلب وعن سلامة الشرائين يجب علينا أن نذكر الكركم حيث أنه يوجد أكثر من 200 بحث طبي يؤكد مدى أهمية الكركم ومدى مفعوله الرائع في علاج أمراض القلب وتجنب تجلط الشرائين وتجلط الدم بداخلها حتى لا تتعرض لمشاكل صحية كثيرة فهو لا يعمل على علاج الشرائين وتنظيفها فقط بل أنه يجنبك الإصابة بالنوبات القلبية والأمراض العديدة والخطيرة التي ربما تعرضك للهلاك والمشاكل العديدة سادسا الشاي الأخضر هناك العديد من الدراسات والبحوث التي تؤكد على مدى الارتباط بين الشاي الأخضر وبين علاج مشكلة القلب وتصلب الشرائين حيث أجرى أكثر من 40 530 طالبا ياباني دراسات تؤكد أن كل من يتناول أكثر من 5 أكواب من الشاي الأخضر كل يوم فهو يتعرض بنسبة 26% فقط من الإصابة بمرض تصلب الشرائين والنوبة القلبية والدماغية وهم أقل بنسبة 16% من الوفاة بسبب تلك الأمراض مما يعني أن هذا المشروب يعود على صحتك بالنفع الكبير لذا يجب عليك احتساؤه كثيرا حتى تحافظ على صحتك ولا تتعرض لمثل تلك الوعاكات الصحية سابعا القرفة هناك الكثير من الفوائد التي تعود عليك من تناول القرفة في حالتها تلك فهي تعتبر مادة مضادة للأكسدة كما أنها تعتبر من المواد المضادة للالتهابات ويمكنها أن تقلل فرصة الإصابة بالأمراض القلبية الخطيرة التي يعاني منها الكثير من الناس واكتشف العلماء أن القرفة تعتبر من المواد الجيدة لعلاج مرض السكري فهو يعمل على تقليل نسبة الكوليستيرول في الدم وهو الأمر المطلوب للحفاظ على صحتنا وتجنب تلك المشاكل الخطيرة ثامنا الرمان الكثير مننا يعشق هذه الفاكهة فالكل يحصل على المرح وهو يتناولها كما أنها لديها مذاق رائع لكن في الحقيقة أنها لديها فوائد كثيرة للغاية فهي تعمل على تحسين حالة القلب والشرائين مما يعود على صحتك بالنفع حيث أثبتت الدراسات أن هذه الثمرة لها القدرة على تجنب مرض تصلب الشرائين كما أنها تعمل على تنظيفها من كافة الشوائب التي تعيق مرور وتدفق الدم في كل أنحاء الجسم فهو يعمل على تقليل الأكسادة ويقوي جهاز المناعة لذا يجب عليك دوما الحرص على تناول هذه الفاكهة المفيدة جدا للصحة والتي ستمنعك من الإصابة بهذه الأمراض والتي ربما تتعرض لها مع مرور السن لذا اخرص على تناولها منذ الآن حتى تتجنب كل هذه الأعراض وتحصل على صحة وحياة هنئة هل لديك أي أطعمة أخرى تساعدنا في تجنب هذه الأمراض؟ أخبرني في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد نراكم في الفيديو القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة